خلينا اول شي نشوف الطاقة لبرج الحمل كيف حتكون هادي الشهر. ان شاء الله يكون احلى من الشهر الماضي. فانو الحمل دايما بتعبانين تعبانين. وفعلا انا بعرف ناس كتير من برج الحمل التعبانين. فخلينا نشوف طاقتكم. واو. طاقتكم هاي هي. هاي تفتكس. اللي هي راح تكون مثل انت محصن تماما. وليكن حصانة خلينا نقول عناية الهية اكتر ما هي منك انت جهد منك انت. راح تكون خطواتك مباركة خلينا نقول طاقتك هاي في الشهر عم تتحلى بالقوة اللي نابعة من داخلك نابعة من يعني من روحانياتك. فالظهر انو روحانياتك عالية هذا الشهر. بالفترة اللي قلنا عنها. فرح تستمد طاقتك من داخلك. ما رح تستمدها من الخارج ولا من اشخاص ولا رح تستعين في احد. ولكن اه قوتك رح تكون داخلية. فحلو كتير. انو رح يعني رح تستغل الطاقة الكامنة فيك. اه لحتى تعرف تمشي امورك هذا الشهر. خلينا نشوف بشكل عام ازا. اه توقعات برج الحمل. اخ ليش حزين يا برج الحمل? كل مرة كل شهر بتمنى انو تطلع من هاي الطاقة بس اه شكلها عالان فيك. شكلها عالان فيك هاي الطاقة لها فترة. طبعا احنا بنفتح بشكل عام. العاطفة ازا بينات عنا بنحكي العمل الصحة السفر. اي شي ببين بنحكي عنه. ما حكينا عنه فما بيكون اه ما بيكون موجود بالورق او ما بيكون في فرصة كبيرة لاله. يعني احيانا بالقراءة يعني ما بيبين عندي سفر. فبسألوني بالتعليقات انه طيب ما حكيتي عن السفر. ما حكيت عن السفر لانه ما في فرصة للسفر. ما في يعني قدامي بيين في فرصة للسفر. لذلك انا ما ذكرته. فعلشان هيك يعني بتتمنى انه تتفهموا الموضوع او القصة كيف بتصير. عم بشوفك يا برج الحمل. ببداية هاي الفترة خلينا نقول اول اسبوع. اه شايف في احلى شي انه في تمرحل في اه مراحل في الموضوع. عم بشوفك تقوى شوي شوي بهذا الشهر. اه في حدا خذلك خذلان يعني اللي هو كبير. اه اكتشفت موضوع معين. اه خلاك تاخد فكرة عن اشخاص او شخص. اه عزيز عليك كتير. يعني متل اه كنتو يا اما صول ميد. يا اما يعني شخص على الصعيد العاطفي او على اه صعيد الاصدقاء كمان ممكن يكون. ممكن يكون هذا الصديق كمان في العمل. اه فعم بشوفك اه متل خلص اه بعد هذا الشخص اه انزويت شوي او انطويت شوي على حالك اه او حتى اه حبست حالك اكتر اشي ما عم تطلع ما عم تفوت ما عم تحاول انك تغير طاقتك. عم بشوف متل تعبان خلص اه في عندك اه صار اه عدم امان للاشخاص. اه ما عم تعطي فرص للاشخاص. اه في اشخاص جديدة عم بتمر بحياتك في هاي الفترة ولكن عم بشوفك اه واقف هيك جامد ما عم تعطي فرص للاخرين. بسبب اه حب قديم بسبب اه خضلان من حبيب يمكن يكون قديم من صديق. فعم بشوفك في بعد اه هاي الفترة او بعد هذا الاسبوع اه عم بتكافح او عم بت بتحاول تدافع عن نفسك بتحاول تكافح لحتى اه تمشي بهاي العلاقة او تمشي بهذا الموضوع. بس طاقتك هون قوية كتير طاقتك نارية اه عم بتكون طاقتك قوية وزي ما قلنا قبل شوي بطاقتك هذا الشهر بالاوراق الطاقة. دين عندي انه في عناية الهية فحتى لو ما انت كافحت حتى لو كزا اه خطواتك هذا الشهر مباركة. وعم بشوف عم ترجع الامور شوي شوي تهدى. عم ترجع الامور تصفى بينك وبين اه شخص قديم. شخص اه ممكن يكون حتى على صعيد العمل. اه سبب لك اه مشاكل سبب لك كزا. فعم بيحاول هذا الشخص انه يتقرب منك. عم بيحاول انه يعني يغير الطاقة اللي بناتكم. ولكن انت انا شايفيتك ماخد خلص اه اللي هو اه يعني ما عم تقدر تتقبل هذا الشخص بعد الخضلان او ما عم تقدر تسامح. عم بشوفك عم بتسامح بعد فترة. ولكن اه في هذا التوقيت اللي هو رح يجي فيه هذا الشخص عم بشوفك كتير اه لا يعني ماسك سلاحك و اه يعني مش متقبل ابدا اي موضوع. شايفتك بشكل عام عم تقدم على اه خطوة ممكن تكون في العمل فرصة جديدة في العمل وعم بتكون كتير اه متحمس لالها. ممكن يكون عمل جديد على فكرة. عمل جديد له علاقة في الابداع. له علاقة في ممكن اه يعني هو متل عمل حر او اه شركة ما بين ما بينك وما بين شخص تاني ممكن يكون اه ولكن هاي الخطوة يعني جدا رح تكون متحمس لها ورح تكون اتمر على خير يعني انا شايفة هذا المشروع او هاي الفكرة. اذا تبلورت رح تكون اه في هذا التوقيت خاصة رح تكون جدا مباركة هاي الخطوة. الشخص ممكن يكون اه هوائي اكتر اشي ممكن يكون سرطان ممكن يكون اه يعني من الابراج لا من الابراج الهوائية او سرطان من الابراج الهوائية اللي هي بنعرفها ميزان اه دلو جوزاء ممكن هدول الاشخاص اه تفتح معاهم مشروع بيكون ناجح. مو شرط هدول بس الاشخاص ولكن اه ازا كانت عندك فكرة انه تفتح مشروع او تبلور فكرة او اه فانا شايفيتها ماشي على خير او انه عمل جديد هو رح يجيك فرصة. عم بشوف اخر فترة عم بشوف اه في هذا الشخص اللي قلنا عنه خذلك او كذا عم برجع عم برجع بروح جديدة عم برجع اه بي اه والقراءة حبايبي ممكن تكون عكسية لانها قراءة عاما اكيد خاصة من القراءات العاطفية اه فهون مبين انه الوضع عن الوضع العاطفي هاي الاوراق اه مبين انه هذا الشخص اه فعلا في حب حقيقي بينك وبينه اه هاد الحب اه اد ما يعني اد ما عملت طرف التاني او اد ما عملت انت فترجعوا لبعض كل مرة بترجعوا اه لبعض فشايفة انه اه هاد الشهر او هاي الفترة كتير حلوة بالنسبة للعاطفة خاصة للاشخاص اما المطلقين او المنفصلين شايفة انه اه الشمس عم تشرق اكتر على حياتهم الشخص المقابل او الطرف الاخر اه رح يرجع بروح جديدة رح ينعش هذا الحب اه رح يتحركش اه فيك و اه غالبا ازا كنتم منفصلين فانا شايفة يعني رح يحاول انه يكافح مشانك هذا الشخص اه شايفة ممكن احتمالية كبيرة انه يكون فيه بالمستقبل ارتباط او اه شي رسمي بيناتكم حتى لو كنتوا على ارتباط يعني مرتبطين حاليا او منفصلين فشايفة فرصة كبيرة بالمستقبل الارتباط لاني شايفة فيه اشخاص كتير متمسكين داخليا في بعض صحيح فيه مناوشات فيه قصص عم بتسير فيه ولدني من الطرف الاخر او منك ولكن بالنهاية عم تجتمعوا عم تجتمعوا على خير وعلى هداة بال وحتى لو كنتوا متزاوجين فممكن هذا السيناريو ينطبق عليكم مبين انه في عندك نهاية وبداية جديدة هاي النهاية مش النهاية اللي احنا يعني بنعرفها او الموت اللي احنا بنعرفه لا هي عبارة عن نهاية لابد منها نهاية لشيء سيء في حياتك اما تكون ادمان ادكشن اما يكون طبعا الادكشن الادمان انتو بتعرفوا انه اكتر من نوعي يعني مشرط انه ادمان ادمان ممكن يكون ادمان جنسي ممكن يكون ادمان حب على شخص ممكن يعني فيه له كتير معاني الادمان فشايفيته عم ينتهي وعلى فكرة هدا الكرت ممكن يكون نهاية لعلاقة ثالثة لانه انا بشوف هنا في طرف ثالث عم بيوقف يعني تجاه هاي النهاية ما بده هذا الموت لعلاقتهم مع بعض ولكن النهاية لابد منها والبداية عم بشوف الطرف الثاني عم بيقدم لك يعني عرض عم بيقدم لك اعتزار عم بيقدم خلينا نقول صفاء نية فكتير معقول هذا الشهر يكون رجوع للمطلقين او للمنفصلين وشايفي فيه تطور حتى للمرتبطين ايضا انه تطور العلاقة اكتر شايفي فيه حميمية اكتر بين المرتبطين اللي على علاقة اللي مش منفصلين شايفي زيادة في انه تدخلوا في بعض اكتر شايفي فيه امان اكتر عم بتحس كل واحد عم بيحس ناحية الثاني بامان وعم يلجأ له بالمشاكل عم يلجأ له بكتير امور عم بتبين عندي الطاقات اكتريتها طبعا في عنا اه قوس في عنا اسد في عنا سرطان اه وكطاقات الهوائية والنارية والمائية طاغية بشكل فضيع بالنسبة للعمل بشوف انه طاقتك هاي الشهر كلها راح تكون رسم حدود عم بترسم حدود او خلينا نقول يعني حد لكل شخص كان يتمادى في السابق كنت في السابق انت الحمل كنت تمشي كتير كنت خلص تهمش يعني اللي بيعمل لك شي او كذا اتهمشه لا هاي المرة عم بشوفك كتير عم بتوقف اه وقفت يعني اسد خلينا نقول وقفت خلص انه هذا حقي وانا بدي اياه وكذا وعن بشوف كمان رجوع اه حق اذا كان اه في العمل او في العاطفة في حق راح يرجعلك اه في كارما راح تسير في الموضوع فشايف تقدم كبير هذا الشهر اه على جميع الاصئلة ان شاء الله لبرج الحمل اه بس انه ينتبه في شخص جديد ممكن يعرض عليه عمل او يعرض عليه علاقة عاطفية بس انه يحترس من هذا الموضوع اه هذا الشخص ممكن تكون طاقته هوائية ممكن يكون طبعا ايا من الابراج الهوائية اه وممكن غير هيك يعني مو شرط اه ولكن هذا الشخص فيه من وراه مش يعني شر فيه من وراه يعني قوف وكذا فكنت اذا كنت داخل في علاقة جديدة كتير جديدة بدك تكون حذر من هذا الشخص او اذا فيه شخص بدك تدخله في حياتك في هاي الفترة كون حذر منه ما عم بقولك لا تعطي فرصة عادي جدا ولكن بدك تكون محترس وما تعطي الامان او الاسرار بشكل كبير من اولها لما تتأكد من هذا الشخص مية بالمية اعمل هاي الخطوة لانه عم بشوفك شوي طاقتك متسرع هاي الفترة عم تاخد خرارات عم تمشي بسرعة مليت من الجمود مليت من الكسل فعم تاخد خطوات عم تاخد خطوات بجرأة بنارية فلا هد شوي وفكر بالامور قبل ما يعني قبل ما تعملها هذا اكتر اشي بيان اذا كان في شايف البعض في عندهم خلينا نقول طفشان يعني من كل شي حابين يسافروا في فرصة سفر فعلا حقيقية وحلوة خاصة خلينا نقول على الصعيد العملي اللي بدي يسافر على عمل وشايفي في ناس عم بتسافر كسياحة مع الحبيب يمكن مع فشايفي فيه سفر في الموضوع هذا اكتر اشي حبايبي خلينا نشوف من ورق تاني اذا فيه اي تفصيلات اخرى او مواضيع شايفيتك يا برج الحمل عم تزيد رحانياتك كتير عم تصلي كتير لموضوع وهذا الموضوع رح يصير بهاي الفترة هاي الامنية رح تتحقق في هاي الفترة فيه شخص كان متسلط في حياتك قريب كتير جدا منك هذا الشخص اما رح ينتهي تسلطه رح يتغير هذا الشخص في هذا الشخص على فكرة قريب كتير ممكن يكون على الصعيد العاطفي لانه هذا الورق انا فتحته للعاطفة فهو شخص شوي كان متسلط في السابق ولكن عم بشوفه بتغير هاي الفترة عم بيصير حنون اكتر عم بيغير شوي من افكاره بتنازل شايفيتك بالبداية رح تكون يعني حامل حمولك وخلص تعبت ورحت خاصة انه في احتمالية كبيرة انه يكون فيه طرف ثالث في الموضوع شايفة نهاية تقريبا لا اه شفنا قبل شوي نهاية لطرف ثالث وفعلا فيه طرف ثالث يا جماعة اه طبعا ممكن يكون يعني مو شرط يكون اه اه خيانة ممكن يكون عمل ممكن يكون كزا فاذا كان عمل مسلا فهو رح يبلش يعمل توازن انه يعطيك اه زي ما بيعطي العمل اه للمتزوجين مسلا اه لاي علاقة عاطفية كانت مرتبطين او منفصلين بشوف في اه انهاء اه لا يعني الطرف الثالث العائق في الموضوع رح يكون في نهاية لالو اه عم بشوف اه زي ما شفنا قبل شوي يعني كمان الورق عم بيأكد على بعضه اه عم بشوف اه كل واحد بشعر بالامان ناحية التاني اه شايفة فيه اه كيف بدي اه اوصلها الكم اه شايفة حتى لو ما كان فيه اه اه علاقة رسمية او زواج رسمي شايفيتكم اما مش انه بتعيشوا بنفس البيت ولكن اه رح تتعاملوا مع بعض كزوج وزوجة رح تتعاملوا مع بعض وكأنه كتير قريبين من بعض اه او انها بداية لمؤسسة مؤسسة زواج يعني بناتكم وشايفة انه الطرف الثاني مخبيلك مفاجأة او طبعا هاي القراءة عاطفية فممكن تكون عكسية شايفيته مخبيلك مفاجأة مخبيلك موضوع معين ولكن انت يعني عم تتعامل مع الموضوع اه بحذر او انه اه مش متفاجئ من هذا الموضوع مش كتير فرحان بالرجوع اه اه وكأنك يعني مشكك بالطرف الاخر مشكك بال اه بالشريك يمكن من كتر ما عمل شغلات او هيك امور اه شايفة مراقبة كبيرة من الطرف الاخر من الشريك يعني عم براقب بطريقة ولكن اه ما عم بيكون واضح في هذا الموضوع يعني عم براقب لكن مش حابب اه انك انت تعرف انه هو عم براقب بطي طيب خلينا نشوف عقلك الباطن اه الفترة هاي اكتر شي لوين رايح في الفترة الجاي اهتمامك العقل الباطن طبعك اذا في بشارة اذا في شي حبيبي قلتلك في شخص جديد رح يدخل حياتك فرح يكون بعقلك الباطن مثل صراع داخلي اه انك تختار ما بين شغلتين اما اما تختار ما بين الحبيب القديم الموجود من الاول والشخص الجديد اللي رح يدخل حياتك اللي قلتلك كون حذر شوي معه اه او انه على الصعيد العملي رح تكون بين خيارين بين عمل جديد وعملك اللي انت فيه او انك تترك الشغل وتمشي فرح يكون في قدامك خيارين تختار اه منهم رح يكون كتير اه صعب الاختيار ولكن انا شايفتك رح تختار الشي المناسب يعني على خير هاد هاد الموضوع ان شاء الله رح يتم اه على خير طيب فيه تحزيرات غير اللي قلناها خلينا نشوف ورق التحزيرات ايوه شوف حبيبي عم يكون عندك تقريبا هاي الفترة موضوع اللي هو عم بتحقلك الباطن بتفكر بالامور باوهام كتير فيه امور عم بتضخمها عم بتضخم كتير الامور وتحسب حسابات كتير تستنتج تحلل تحليلات كتير عم بتعيش شوي بالوهم بالهواجس بالخوف عم بيأسر هذا الاشي على فكرة على صحتك فالتحذير انه لأ تنتهي هاي تحاول تنهي هاي الطاقة من من تفكيرك لانه ما ما بتستفيد من هالشي يعني طاقة سلبية هي اساسا وما في الها داعي يعني ورقك حلو فما في داعي للتخوفات والامور واساسا فكرت او ما فكرت النتيجة واحدة فمنطقيا لشو عم بتفكر بهاي الامور خلينا نشوف هيك واو اذا في نصيحة من الفيري كارز اه حلو كتير هاي الفترة عم بيقولك انه رح تعيش رومانسية بزيادة هذا الفترة الجاي فرح تعيش مع الحبيب او مع اله يعني رح تكون في رومانسيات كتير اه رح يكون في مشاعر جياشة خلينا نقول اه رح ترجع علاقتكم زي ما بلشت اه مبين انه رومانسيات كتير يعني ما توقع تيطلع لكم هادا الكرت بس شي حلو بالنسبة الاشخاص اللي ما عندهم شريك كان بيّن انه في زي فارس احلام او زي مثلا عريس او علاقة جديدة عم تدخلوها وعم بيكون كتير حلو اشتركوا في القناة